موسيقى صباح الخير اهلنا وسلم بيكم في حلقة جديدة من برنامج سفدالة عندنا نحن ان شاء الله بقلنا كتير جدا وعملناش وصفات سمك النهاردة هنعمل سمك بالسبانخ والكركم مع الكاري وحنعمل كمان روز بالجنبري بصوص الطماطم ان شاء الله يعجبكم تعالوا مع بعض نشوف اول وصفة معنا النهاردة وصفة روز بالجنبري عبارة عن روز مصري وبصر ابيض مفروم جنبري وفضل يبقى صغير كل ما يبقى صغير كل ما يبقى شكله وطعمه يبقى احلى طماطم مبشورة برش لمون ومكعبات بصل مفرومة زبدة فصوص طوم بودر طوم وبصل كسبارة كمون خل صلصة طماطم ما تنسوش ان انتو تقولولي اخبار الوصفات بتاعت الاسباع اللي فات ايه اتبسطت جدل بالناس اللي عملتها وصورت هولي خلاص تعالوا بقى نبتدي مع بعض كده روز السمك والحاجة هنعملها هنا هنحط الزيت هتلاقوا ارقام التليفوريات نازلة عندكم على الشاشة هنحط اهو البسط وايه هنسيبه بقى حبة حلوين كده خلاص بيتحمر كده شوائي وحنعمل هنا الجنبري هجيب بس التوم وابتدي ان انا افرم انا بحب افرم التوم صراحة فرش كده بحسه بيبقى احلى بكتير من لما ابقى مجهزة يعني طبعا على قد ما نقدر يعني خلاص هجيب كده ثلاث فصوص توم وابتدي افرمه عاملة النهاردة وصفات كده زريفة من السمك والجنبري يمكن الرز يعتبر الوصفة مش جديدة قوي بس بعمل لكم رفرش كده ليها لان هو سهل وبسيط لو عندنا حب الجنبري ممكن نعمل بيه واجبة حلوة يعني والسمك هعمله النهاردة بطريقة جديدة مع السبانخ ان شاء الله هجيبكم هنعمل جنبية كمان طبق كده سلطة خفيف ويليق جدا مع وصفات السمك والجنبري كده التوم جاهز خلاص هيبقى فيه توم في الرز وتوم في الجنبري هنحط دلوقتي الجنبري هنحط مع الكوزبورو كامون ونقلب هنحط 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 زيبوا بصوا مش هياخت حاجة خالص يعني معي بس ايه وهو كده عصر بلمون وطبعا انا بعتص على طول اول ما مش هم ريحة السبايسز اول ما تدخل مناخيري كده وبقى خلاص مش قلب بصول جنبري خلاص يعني طيب ابتدي كده اقلب البصل انا عايزي يحمر بس مش قوي خلاص هنحط له كده مكعب زبدة هنا بقى شايفين الجنبري هنحط له طماطم مبشورة هسيب حبة منهم كده واحط التون بصوا كله نيف نيف حطينا بالضبط معلقة زيت ممكن نستخدم زيت عادي او زيت زاتون بيدي فلايفور حلوي ونقلب بس هسيبه بقى كده ايه على نار ايه هادية كده يستوي براحة بالنسبة للبصل هنا اهو شايفين بقى عامل ازاي هحط له التون هحط له الكسبارة بشر اللمونة هيدي له مزازة لذيذة جدا الريحة كمان تلعت بودرة التون والبصل ودايما بقول ودايما بقول وبعدها البهارات لما تتحط تحط بنسبة كويسة ولا كتيرة قوي ولا يعني ما نحطهاش كتيرة قليلة ماشي لكن مش كتيرة ليه عشان بس احنا عايزين نبين طعم الاكل مش نبين البهارات اهم حاجة بنبين قد ايه الاكلة تطلعة حلوة والنفس بتاعنا حلوة ان الاكلة لنفسها التيست بتاعنا هو اللي يبقى باين تايز ابتدي بقى احط هنا ايه الطماطم المشورة معنا جودي عايز اكلم يا غادة انا غادة يا جودي ازاي ازاي حضرتك انا بحب حضرتك قوي كل حلقاتك وبتابعك كل يوم يا روح قلبي ربنا يخليك لي يا رب بتابعيني كل يوم؟ طب وبتذكري بعد لما بتتابعيني ولا ايه؟ بذكر بعض ما بتابع حضرتك يا حبيبتي ربنا يخليك يا جودي قولي انت في سنة كم اصلا؟ انا تلتة بتدائي تلتة بتدائي طب بتخلي مامي تعمل الوصفات دي ولا بتعملي ايه؟ لا بخلي ماما تعملها وبتعمل كل يوم الوصفات اللي حضرتك بتعمليها وتبقى تعملها حلوة قوي يا حبيبتي ربنا يخليكي طب قوليلي عايزاني اقولك وصفة معينة؟ اه قوليلي طيب انا عايزة حضرتك تعرفيني ام ام وصفة الكوكز الكوكز حاضر حنزلك وصفة الكوكز عيني الاتنين نسي يا جودي قوي وصباح الخير عليك يا حبيبتي طيب حبتدي بقى حط الرز دلوقتي كده يعني يكون بايتين رز كويسين قوي الروز اللي حنعمله النهاردة احمر رز الجنبري ماشي حنبتدي بقى نحط بقية البصلية احنا كده حنحطينا بصلية حمرناه كويس هنحط الباقي كده مع الروز دي السوي معانا سلمة ايوة يا سلمة يا سلمة انا سمعكي طب حاولي تكلمينها تين طيب بصوا بقى كده تمام جدا مم حتدي احطله صلصة الطماطم عشان عايزها يعني احمر احمر يعني عايز الجنبري يبقى احمر غامق قوي اغمق من الروز وهنا هنحط صلصة بس مش كتير يعني معلقة سغنانة ماشي نقول تاني اه اعملنا ايه حطينا هنا بصل شوحنا كويس جدا مع الزيت وبعدين حطينا مع التوابل اللي هي كانت كسبارة وبودرة توم وبودرة بصل وقلبناه كويس قوي لحد ما البصل اتحمرت حطينا كمان البشر اللمونة مع فصل تومة صغيرة وقلبناه كويس جدا حطينا الطماطم المبشورة لحد ما تسبكت شوية حطينا الرز حطينا بقية البصلية وهيانية اهو حمرناه كده حنبتزي نحط له بقى ايه المية المغلية اهم حاجة المية تبقى مغلية بتخلي الروز يستوي اسرع وبيبقى اه احلى بيبقى مفرفر وفي نفس الوقت الحبية كده واضحة وطاري جدا خلاص اهو كده كويس قوي طيب نبص كده على الجنبري هنحط له بقى معلقة خل الله على الريحة اللي طالعة جميلة قوي وحسيب وكده ايه يستوي ايه رأيوكو بقى نطلع فاصل ان شاء الله نرجع من فاصل على اقل حيكون الجنبري خلاص خلص والروز بقى هنسيبه لغاية اخر الحلقة هيكون استوي ان شاء الله نطلع فاصل نرجع تقنيه خليكم معي طيب صباح الخير الحي القيوم صباح الخير والسعادة صباح الفل عليك فاطومة ازيك يا فاطومة عاملة ايه صباح الخير ممكن تعملي وصفات شامية يا ريد ضروري بازال تعملي الكبه الشامية بدنا نتعلمها منك يا غيدة الكبيبة الكبيبة اللي هي محشية لحمة مفرومة قصدك يا فاطومة حاضر يا حبيبي ابو محمد صباحك معطر برقاحت الجنة شكرا يا ابو محمد بطبست جدا بالدعاء اللي بتقولولي فعلا كل يوم بديني كده طاقة ايجابية حلوة قوي شو شو لو سمحت يا شيف طريق اللي تعجنت الحبابشي حاضر سلمة ممكن تقوليه على الرجيم اللي عملتيه شاري ازيك يا شيف غيادة ربنا يصلح لك الحال انت داي العسل والله يا شاري انت كمان سكر نورما بموت فيك يا امر شكرا هاجر بعتلي قلوب كتير وانا كمان ببعتلك قلوب رباب ما تعمليش حاجة في الفاصل الله يخليك عشان بكتب وراك اللي بتعمليه رباب ما انا ما عملتش حاجة بصي الجنبري اهو خلاص حقفل عليه اهو تمام وممكن اقول سريعا عملنا ازاي حطينا المعلقتين زيت مع الجنبري وتوم مفروم كسبرة بودرة توم بودرة بصل تماطم مبشورة وكمان حطينا صلصة تماطم بقى بالمنظر الحلو ده هنحط بس حطينا كمان عصير لمون كل اللي هعمله دلوقتي هحطله حبة ملح كده اهو وهنا كمان حبة ملح تمام اهو عشان انا نسيت احط ملح على الرز وقلت ايه لما اهو طيب لو احنا بقى حطينا الرز ورز خلص خلاص او بيخلص ونسينا الملح نعمل ايه ندوب الملح في شوية مية بعدين نحطه عشان كل الرز يبقى فيه ملح خلاص طيب هنبتدي بقى نعمل السمك السمك بسيط اوي وسهل اوي النهاردة نعمل وصفات سمك وجنبري للبنات او الولاد اللي لسه اول مرة يعملوا وصفات السمك والجنبري ونسيهم هما اللي يعملوا الوصفات سهل اوي بنطلب الجنبري ده عادي من المكان المتخصص السمك وبنعمله بالطريقة دي الرز بيتعمل بطريقة بسيطة جدا الروز ده كمان للناس اللي ما بتعرش تصبط الروز ده اوي لو طلع سنة طاري يعني لوه زي الروزاتو شوية حيبقى برضو طعمه حلو ومش هنقول ان احنا عالجناه خلاص ماشي عشان هو برضو هو طاري حيبقى حلو اوي السمك بقى محتاجين سمك في ليه اه نجيب باشربيات حيبقى طاري وجميل جدا معانا كمان بودرة توم وبصل وكسبرة وكمون وكاري وكركم وعصير لمون ونشا وكريمة وكمان معانا اه توم وففل اسود مجروش ومسترده خلاص بسيط فيش اي حاجة هنحط بقى دلوقتي اه لأ انا عايزة اعمله بالزبدة اه السمك النهاردة هعمله بالزبدة خلاص اها معانا زينب زينب هلو ازيك يا زينب عاملة ايه الحمدول اه ممكن اطلب من حضرتك اه قصة شربة الجامبري حاضر حاضر يا زينب طيب بجي سلمي عليها الاول ازيك عاملة ايه ازيك يا حبيبة قلبي اخبارك ايه تمام الحمدولله تمام حاضر عيني الاثنين طيب هنحط بقى دلوقتي اه عايزة اعمل ايه عايزة اتبل بس السمك ده هحطله كده اتبله بس قبل ما احطه في الزبدة هيديني طعم حلو مع ان السمك من الحاجات على فكرة اللي ممكن ما تتتبلش وبرده تديني طعم حلو بس انا هتبله هنتبله بايه بقى هحطله لمون كده هحطله فلفل اسود ملح حبس وغنانين كامون بودرة توم وبصل البهارات دي بالزاد بقول لكم انها اختيارية يعني انا مش بحب في وصفات بتبعيزة بهارات معينة لا احنا هنا ممكن نكتفي بالكسبرة والكمون بس الكاري هي اصل الوصفة دي ماشي؟ هنحط حبة كده من الزبدة كده بتخليه طريق اوي شايفين ايوا معانا جانا ما عليك؟ ايوا يا جانا ازايك؟ عاملة ايه يا حبيبتي اخبارك ايه تمام؟ الحمد الله الحمد الله يا حبيبتي قلبي الحمد الله اتفضلي يا جانا انا سمعيك عاوزة طريقة عمل الرؤاق باللحمة الرؤاق باللحمة حاضر حاضر اتعارفة يا جانا بقى انا كتير اوي ما عملنا اوش انا ممكن اعمله ان شاء الله يوم الاربع ان شاء الله بس هقولك على طريقة حلوة اوي للرؤاق باللحمة بس عايز اقول الاول على شربة السيفود بصي بقى شربة السيفود انا في طريقة كده بحب اعملها اوي اللي هي شربة الجنباري قصدي عبارة عن ايه بقى بجيب الجنباري واسلقه كده نص سلقة ماشي يعني يا دوبك ابقى غالية المية وبعدين حتى بصلايا وجزرايا مع كرافس وحبهان ومستكة وحط حبة الجنباري وبعدين ايه حتى دي شربة السيفود بس انا ايه هقولكو على الجنباري خلاص وبعد كده بعمل ايه بطلع الجنباري اللي هو نص سلقة ده مع بقية الحاجات اللي هي ورق لاوري وحبهان مستكة البصلايا الجزرايا كل ده بطلعه واجيب نص الجنباري وافرومه افرومه مع البصل والجزر هافرومه كده فرض ناعم جدا يبقى زي البيوري خلاص وبعدين بجيب نشا ودويبه في شوية مية او ان احنا نعمل الضيق اللي هو خلطة البشامال الخفيفة او اللي يتعايزين بس ايه تقل الشربة تمام وبعد كده بحط بعد لما عملت الكريمة بتاعتي وحط مكعبات من مرأة السمك او محطة الجنباري البوري ويغلي كده كويس وكون مشوح الجنباري بقية الجنباري وحطه في الشربة بتبقى لصيفة جدا ممكن نحط معاها دورة ممكن نحط معاها كمان بسلة جزر اللي انتو عايزينه طيب ده السمك الفليق اهو كده الكوكيز كمان على الهواء اللي جودي كتطلباها الرؤاق بقى باللحمة انا شخصيا بحب الرؤاق الطاري بيبسطني اكتر صراحة الرؤاق الطاري طيب الرؤاق الطاري بقى نعمله ازاي؟ بنجيب لحمة مفرومة لو نص كيلو لحمة مفرومة تقريبا الصناية بتعمل نص كيلو لحمة ممكن اقل شوية صغيرين نص كيلو لحمة مفرومة عليها نص كيلو بصل مبشور جسط طيب ملح فلفل السبع بحارات بس هي دي هي دي كفاية جدا ماشي بعد كده بنقلبهم كويس جدا واسيبوا براحته خالص حد ما يستوي ممكن نحط له مكعبين من الزبدة في النص كده وبعد كده بجيب الرؤاق الطاري واجيب مرأة واجيب حبة لبن ممكن ربع كوباية لبن مع كمان المرأة ادوبهم كويس جدا مع سامنة بلدي او زبدة سيحة كل ده مع بعض وحط يا دوبك الرأ من الرؤاق الطاري وقوم حطه تحت خمس رؤات في النص الأحمة مفرومة فوق اربع رؤات نقطعه كويس واندخله في فرن سخن بيبقى جميل جدا اول ما يطلع نغطيه عشان كله كده يبقى طاري بيبقى ظريف قوي خلاص كده بالنسبة لنا الرؤاق الطاري طيب نحط دول كده ونقرأ كده شوية مسجات انا عايزة بس ايه ادوب النشح في حبة ميا معانا نعمة بعتلي قلوب كتير هي ومحمد رزق شكرا يا نعمة اميرة صباحك معطر مفتح مظهر انا بحبك يا شيف غادة ممكن طريقة عمل الدونتس حاضر يا حبيب تقريبا حنزلها لك حالا شو شو لو سمحت يقولي اسمي شايماء سعيد بحبك قوي وانا كمان يا شايماء مش حالفة خالد ولا اسمك اسمي تاني تريكي شغلك حلو تمام شكرا سبحان الهادي بعتلي قلوب محمد رزق من دومياط انا شمس من دومياط انا بحبك قوي صباح الفل عليكي وانا كمان يا شمس كمان مايار انت عصل والله ونظيفها ممكن عجينة البيزا حاضر ام مروان صباح الفل والوردي والياسمين كمان فاطومة بعتلي يا غادة ينفع اسلو الدجاج وبعدية احطو بالفريزر لا اعادي خالص جدا لمدة شهر بص دايما بقول الحاجة من شهر لثلاث شهور تمام قوي خلاص دايما بقول من شهر لثلاث شهور ممكن نحط اي حاجة في الفريزر انا ما بحبش بعد كده اولا بتفقد كل الخيمة الغذائية بتاعتها بصوا السمك بقى بصوا السمك ده بياخد بالزبط عشر دقايق خلاص يعني عشر دقايق مع خمس دقايق بالصوص كده يعتبر السمك استوى مش لازم يبقى طاري قوي اهو بقلبه التقليبة دي كده اهي اهي سلام على الروايح الحلوة النهاردة عاملين اكل كله الوان جنبري بالصوص الاحمر السمك بتاعنا بصوص الكاري او بكريمة الكاري لونه كده اه اصفر كناري كده الالوان دي كلها بتدي طاقة حلوة قوي واحنا جايين ناكلها خلوا بالكم للموضوع ده ان دايما بقول الالوان في الاكل مهمة جدا جدا اه في حياتنا كل ما الاكل يبقى الوانه كتير كل ما يدينا كده ايه طاقة حلوة واحنا بناكلها بيفتح نفسنا والجسم كده بيتبسط لما اه بياكلها خلاص طيب النشا اهي دوبتها كويس قوي كويس قوي هحط معيها الكاري ودوب كوزبرة المسطردة كنت ممكن برضو اتبل السمك بشوية مسطردة وقلب كويس جدا 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 نقطة لمون بصوا اهو انا بقى مش هكل اللي هعمله ان انا هقفل ع السمك هو عشان ايه هياخد بالزبط دقتين كمان في السوا ولما اطلع فاصل مش هعمل حاجة عشان بس الناس اللي بتقولي احنا انا مش بعمل اي حاجة في الفاصل الا الحاجات اللي ممكن انتو تبقوا عارفينها وبعيد تاني احنا عملنا ايه خلاص هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل هيكون السمك استوى والجنبري خلاص كمان استوى ونبص على الرز كده بس قبل ما نطلع فاصل اه بصوا خلاص حتى الرز بتاعنا استوى ليه عشان الميا كانت مغلية اهو شايفين شايفين مفرفر ازاي وجميل جدا الرز كمان استوى خلاص نطلع فاصل نرجع تاني خليكم معايا رجعنا تاني بعد الفاصل بصوا التاصة دي اهي حطت عليها مكعبين زبدة حطت عليها كده السبنخ مع ايه مع فصين توم شرايح اهو شايفين شرايح عاملة ازاي شرايح هي عريضة كده كده واخليها كده ايه على النار طيب نبص كده على السمك اخباره ايه استوى شايفين مجرد ما غطيته هو اصلا استوى هعمل ايه هحط له السوس ده كده مع حبة كريمة سغنانين مش عايزة كتير يعني مش عايزة تبقى الكريمة اهو 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 بغطيها دي بس برضو ايه اغطيها كده ماشي تعالوا بقى نشوف الصلطة بتاعتنا الصلطة بتاعتنا على قد مهمزة ولذيذة جدا يعني عايزة اقولكو عندنا النهاردة بتنجان بصوا متقطع مكعبات سغنانة قوي يعني لو عندنا بتنجانية وملهاش اي حاجة مش هنعرف نعمل بها اي حاجة ممكن نعمل السوس ده بص البتنجان اهو متقطع مكعبات سغنانة ومقلي كسبرة وبقدونس تحينة خلق لمون كمون توم وكسبرة ناشفة خلاص حنحط اول حاجة حنعمل التحينة عادي خالص حنعمل التحينة كده نضغط نضغط عليها اللمون الخل الكامون الكسبرة التوم المفروم وقلب بصوا بقت كريمي جدا التحينة أساسها كمون ولمون كمون وخلوا لوون وتوم يعني إيه معنا نورهان زيكي نورهان عملة إيه الحمد لله يا حبيبة قلبي أنت كويسة يا حبيبتي ربنا يخليك يا حبيبة قلبي ربنا يخليك شكرا شكرا لك يا حبيبتي شكرا لك تفضل يا ناسا معك حاضر حاضر طيب بصوا صباح الفل عليك أهو التحينة بقت جاهزة حسن السمك كمان بقى جاهز هنعمل هنا ايه بقى؟ هنحط هنا البتنجان كده هو ماشي؟ هنحط عليه بقدونس كسبرة لمون رمون رمون كورسة الرمون موجود نقط كده نحشره في الأكل ورمون من الحاجات بقى من جماله إنه هو بينفع في الحادق والحلو مع بعض فإحنا نحشره كده ايه؟ في الأكل بتنجان لمون ماشي؟ بتنجان ولمون ورمون وكسبرة وبقدونس ولا هنحط أي حاجة تانية لقرية التحينة فيها كل اللي احنا حطيناها اللي هو الكامون والكسبرة واللمون والخل كل حاجة ماشي؟ كل اللي أنا هعمله بس هحطه على التحينة هدوقها كده هحس أشوف محتاجة ملح مم يعني أنا والله أنا ممكن محطش ملح يعني مش هحط ملح الليمون عامل الواجب وزيادة كيفيني سبالغ بتكش إزاي؟ خلص أنا هقفل عليها عشان أنا مش عايزاها تطرق أكتر من كده هتدي بقى حط التحينة وكده هددئ بخار تطرق أكدو؟ هددو؟ 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 كده. بس ممكن امسح بس الزوائد. عشان يبقى منظرها لطيف. ماشي. طريق احنا عندنا فاصل تاني. اوكي. بصوا بقى كده. وكده نكون خلصنا صلطة البتنجان البسيطة جدا. مكعبات بتنجان مقلي. صغيرة جدا. والتحينة عملناها بطريقة عادية جدا. تحينة توم. لمون. خل كسبرة. كمون. مية دافية. لحد ما بقت كريمي خالص. وبعدين حطينا على البتنجان رمان وبقدونس وكسبرة. اللي بلاهم كويس جدا مع بعض محبة لمون. حطينا فوق الوش التحينة. وحطينا عليها الرمان والخضرة زي ما انتم شايفين. طيب. تعالوا مع بعض نشوف بقى السمك ده خلاص كده. نبص عليه بصه. اه. شايفين? مش محتاج حاجة اصلا. هو استوى. والصاص تقل كده شوية. وبقى حلوة قوي. والسبانخ خلصت. السبانخ بقى حاضر. السبانخ بقى كل اللي هعطينا. انه انا هحطها كده في طبق التقديم. بتاعي. في الارضية عشان دي. للسمك. ماشي بصو كده. حطينا هنا السبانخ مع زبدة مع شرايح توم بس كده. مش محتاجة حاجة تانية خالص. ولا ملح ولا اي حاجة ولا فلفل. انه الارضي السمك حيتحط عليها. فحيديها كل السوسات بتاعتنا. نحاول بس كده نعملها كده عشان ايه تبين كده ايه من السمك. ماشي. نطلع فاصل. نرجع تاني. نجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى. اه سحر. السلام عليكم. شوف غادة تسلم ايدك على الحاجات الحلوة دي. وربنا يديك الصحة والعافية شكرا يا سحر. لولو صباح الخير ما شاء الله عليك دايما نشيك كده. ومن ورق قناة شكرا يا لولو. هالا زعلانة للنهاردة تحكي خالص يا لولو. والله ده حتى اول الاسبوع. ياسمين صباح الورد يا غدغود يا مدلعتنا. يا سكر بحبك برشة. شكرا يا ياسمين. آآ سامير طاهر. انا اسراء بحبك قوي. انا عايزة اعمل بسلة باللحمة بضروري عشان هعملها النهاردة حاضر. هقولك على دلوقتي حالا. آآ بنتي احمد. ارجوك عايزة حلقة عجينة البريوش مالح بحشوات مالحة حاضر. آآ آآ امنة من السودان. بسأل علق القاس. هنزله لك حالا. كمان. ففة صباحك عسل يا غادة. بصبح عليكي. وقولك بحبك قوي. انا فرح من السعودية. وانا كمان. محمد رزق صباح الفل يا غدغود. انا بحبك قوي. انا شمس. رباب تسلم ايدك جوعتيني جدا. قولي لي ابعتلك صور اللي بنعملها من المواصفات فيني. بعتهلنا على السوشيال ميديا على الانستجرام. وفاق صباح الفل يا دودو. صفوات تسلم ايديكي. شو شو. طريقة عجينة الحواوشي. هالة عبد الحميد ليه ما بتنزلي سواء. آآ ولا. صباح الخير والسعادة يا شف غادة. صلوا على من بكت لها القلوب. طيب. دلوقتي هقولك طريقة البسلة بسريعا جدا. هنجيب بصل ابيض مفروم. مفروم يعني بنقطعه صغير قوي. ونشوحه مع معلقتين زيت. وبعد كده نحط عليه تماطم آآ مبشورة. بنحط عليه تماطم مبشورة. وبعد كده بن آآ قلبها كويس جدا جدا جدا. نحط مكعب مرأة آآ لحمة. بنحط كمان اللحمة تتشوح. ممكن اللحمة نشوحها مع البصل لو هي أصلا مش مسلوقة. لو مسلوقة خلاص. ماشي بنشوحها كويس قوي مع البصل. بعدين تماطم مبشورة. نكمل تشويح. نحط مكعبين من مرأة اللحمة. وبعد كده ملح وفلفل. واي نوع بغارات انتي بتحبيها. مرأة اللحمة لو عندنا. لو مش عندنا هنحط ميا لان احنا قريتي حاطين مكعبات من مرأة اللحمة. كمان بنحط معلقة صلصة طماطم. وكده بتبقى جهزة البسلة. اه اه انا ما قلتش البسلة بنحطها امت ساعة. طيب هقولك تاعة. بصل مبشور بنشوحها كويس جدا. مع مكعبات اللحمة لونية بنشوحها كويس جدا. نحط عليه شوية ميا صغيرين لحد ما تستوي. نحط معاها البسلة بالجزر بنشوحها كويس قوي. نحط عليها الطماطم المبشورة. مكعبات مرأة اللحمة. صلصة الطماطم. حبة ميا صغيرين او مرأة لحمة. نسيبها تتسبك كده خلاص. لو اللحمة مسلوقة. بنحط اللحمة بعد البصل بنشوحها تشويحها بسيطة قوي. وبعدين بقية المقدير. خلاص طيب. كده الرز بالجنباري خلصناه اهو. بالطريقة دي. كده. اوكي. بنحط عني كده حبة خضرة. اللو القاسة اهو على الشاشة. طيب. بالنسبة لبقى للسمك الف ليه. بحط واحدة واحدة وبعدين انزل السوس عليه. اهو واحدة واحدة. ونحطه كده لان هو اصلا قريدي بيبقى طاري جدا عشان كده حتى انا ما بقلبهوش. بصوا طاري ازاي بصوا اصلا شايفين مستوي وجميل ازاي وابيض وناعم جدا جدا جدا. ما بيلحقش اصلا ان احنا نضغه هو اول ما حنحطه فبقنا بيدوب على طول. على طول بيدوب. اهو. ده حلو جدا كمان للاطفال لان هما بيبقوا متضايقين قوي. اه في اطفال بتبقى متضايق قوي من شكل السمكية. فدي حاجة بالنسبة لهم حلوة شبه الفراخ. كده يحسوا ان هي شبه الفراخ فهيتبستوا منها. عشان الحاجات دي بتفرق معهم قوي خلوا لكم. معينا ام محمد. ام محمد. ممكن تكلميني من التليفون يا ام محمد. تسمعيني تسمعيني من التليفون? طيب. اهي. اعتلك بس شوية سوس كده. اهو. كده خلصنا السمك الفليب بتاعي النهاردة. نحط له حبة كده من الخضرة برضو. معينا ام محمد تاني. حبيبتي? ازيك يا ام محمد عاملة ايه? ازيك انت يا قلبي. الحمد لله يا روح. اه كان في حكاية بقى في قدر كيكة. كان في حكاية الاعلان كان مكتوب من انا اه في الكيكة فيها كوب اه كوباية سكر. اه. وفي الكوب كراميل اللي فوقيها مفهوش. لما جيت عملتيها ما حطناش سكر في الكيكة كله صح? لا لا حطيت في قدرة قدر? اه. لا حطينا طبعا ازاي حطينا في الكيكة? لا لا. طب حطت عشان خليها وشوفيها. ما قلتش السكر خالص الا في الكوب كراميل اللي فوقيها. يمكن ما قلتش لكن حطتها لان انا قلتها في المقادير. يمكن انا ما قلتش بس حطتها حطتها امتى بقى اقولك حطتها امتى? عملنا بيد فانيلا سكر وضربناهم كويس جدا مع بعض. ماشي? بس ما بنحطش السكر كتير زي الكيكة العادية لانا قررت الكريم كراميل بيبقى مسكر والكيك انا بالنسبالي يعني ما بحبش حاجة مسكرة قوي. بس حطينا بيد مع سكر مع فانيلا بتضربين كويس جدا مع بعض بعدين بتحطي بقية المقادير. انا قدرة قادر دي يعني ناس كتير بعثتلي واللي عملها والمقادير تبعت مظبوطة فعايزاكوا كل الناس تعملها بالمقادير دي تدقوني مظبوطة وحتطلع قد ايه تعمى وحلوة اوي هتبستوا منها جدا واللي ما كانش بيعرف يعملها هيعرف يعملها لان انا عملتها بطريقة مبسطة جدا اتفرجوا على الفيديو مرة واثنين وثلاثة هتلاقوا الموضوع سهل ما تقلقوش لما تطلق بطل العجينة الكيك مع الكريم كرامل كل ده بيفصل في الفرن عشان كده اسمها قدرة قادر يا رب تكون الوصفات بتاعت النهار ده عجبتكن اقول سريعا كده عملنا سمك في ليه بصوص الكاري او بكريم الكاري مع السبانخ وعملنا كمان رز بالجنبري رز احمر مع جنبري بصوص الطماطم عملنا تحينة بالرمان النهار ده الاكل يعني مليان خضار واصفر واحمر ورمان واتحينة وبتنجان انا النهار ده متهيالي الاكل كل حاجة حناكلها لوحدها قد ايه جسمنا حيستفيد منها وده المهم دايما بقول ان احنا ممكن نققف الاكل بس لازم نحشر كده جوه الاكل حاجات مفيدة جدا عشان جسمنا فعلا الحاجات دي بتدي مناعة قوية للجسم احنا لما بنعد ناكل تخيلوا كده يومين تلاتة كده ناكل حاجات اي كلام او ما ناكلش هنلاقي ان احنا ضعفنا وحاسين احنا مش قادرين اه نشتغل مش قادرين نركز حتى التركيز بتاعنا بيبقى قليل جدا ناكل كويس مش قادرين ناكل كتير بس ناكل كويس وناكل حاجات مفيدة ومهمة عشان تركيزنا يبقى عالي يا رب النهار ده تكون الحلقة بسطتكو زي ما انا تبسطت جدا بالمسجات وكمان التلفونات الجميلة اوي اه واشوفكم ان شاء الله بكرا في حلقة جديدة وان شاء الله الناس اللي مرحقتش هرد عليهم انا على فكرة هعمل سكرينشوت للمسجات دي وحسيبها وبكرا ان شاء الله حقرأ بقية الرسائل مرسي جدا لحلقة النهار ده شوفكم بكرا على خير باي باي مرسي جدا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة